يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر ما زال ينظر إليه نظرة سلطوية وما زالت السلطة تمارس القمع وغير ذلك من الإدعاءات بينما نحن أمام واقع مختلف نحن أمام واقع مختلف جزئيا خلينا نكون صريح ما هواش مختلف تماما بس من جانب آخر يعني أنا شايف أن فيه سنائية نظرة أساسا من الغرب اللي هي حقوق الإنسان صحيح أن هم بيكلموا على حقول إنسان في بلدهم وفي نفس الوقت ينتهك جميع حقوق الإنسان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي السودان يعني فيه سنائية ازدواجية المعايير ازدواجية المعايير كبيرة يعني حاجة مزعجة جدا أنك أنت اللي يقولك طبق حقوق الإنسان با هو شخصيا بيطبقها على ناسه لكن ما يطبقهاش على بقية البشر ده ما يمنعش أن أنا أرى أن إحنا في ملف حقول إنسان لم نحقق ما يجب أن يتحقق فقط لأن هناك الكثير علينا أن نحتربه بالالتزام بالاستراتيجية التي أعلنتها الدولة طيب كيف رأيت قرار الرئيس باستمرار الإشراف القضائي وهل الإشراف القضائي وحده يضمن نزليك العملية الانتخابية أنا في حاجة مش فهمها في الموضوع يعني بطرحها وأنا أجمعك يعني أولا الإشراف القضائي عشر سنوات ده كان في الدستور نعم حتى الرئيس ما يقدرش يغير ده ويقول يستمر الإشراف القضائي فهمي إلا بتغيير الدستور إلا بتغيير في الدستور نعم فالمسألة عايزة تعديل دستوري أكيد مش بس القانون طبعا وده هناك مأزق لأن الانتخابات السنة الجاية والإشراف القضائي ينتهي في أظن يناير في يناير 2014 2014 مم قد يستدعي إجراء الانتخابات قبل أمر طبيعي ممكن تجرى الانتخابات وإلا مش هيئبة فيها إشراف قضائي تجرى الانتخابات افترض في شهر 11 أو شهر 12 ده فهمي القصة يعني لأنه أي وراغبة الرئيس وراها استفتاء على تعديل دستوري نعم فعشان نقبأ فيه إشراف قضائي لازم نلحق وقت انتهاء التعديل وقت انتهاء فترة الزام بالإشراف القضائي نيجي بقى لسؤالك هل الشرف القضائي كافي لا مش كافي مم الانتخابات والاقتراع له ما قبله وله ما فيه وله ما بعده مم مم له ما قبله إجراء بشراء أصوات مم أو بضغط على الناس أو بتزوير التلاتة مش عايزينهم صح وله ما فيه الإشراف القضائي ممكن يزبطه وله ما بعده عشان ما حدش يستخدم جسر الديمقراطية وبعدين يهد الجسر بعد ما يعدي ما ده حصل أيام الإخوان هو الانتخابات بتاعة الرئيس مرسي كانت انتخابات مزورة لا كانت انتخابات حقيقية لكن هناك ما تلى الانتخابات كله ضد الديمقراطية فانت عشان القضية تبقى صح لازم تنزل إلى ما قبل وما بعد وفي العملية نفسها الإجرائية الإشراف القضائي قد ينظم العملية الإجرائية